أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وأوضح المركز الإعلامي أنه جرى التواصل مع وزارة الداخلية التي أكدت أن منافذ أمان التابعة للوزارة تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع حيث يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها من قبل النيابة العامة التي تقوم بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة إضاحا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك وأشارت إلى أنه عاقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق والمزادات وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على ذمة القضية